القطيعة بين هذين الحزبين يبدو أنها لم تعد مستمرة فرئيس تيار الوطني الحر فتح من جديد قنوات التواصل مع حزب الله من خلال مسؤول وحدة الارتباط والتنصيق في الحزب وفيك صفه وطبق الأساس على مائدة الحوار هذه الاستحقاق الرئاسي في الطبع بحيث علمت الام تي في أن باسيل الذي لم يعلن رسميا بعد تراجع تياره عن ترشيح جهاد أزعور لم يتنازل للحزب كذلك ويقبل بفرنجيه ولكنه لم يعد يقاطع إدراجه ضمن سلة الأسماء المطروحة جزء من المعارضة لم يفاجئها هذا الحوار هناك تنصيق بين ما يكون به التيار الوطني الحر وبقية المعارضة اليوم من بتقصد ببقية المعارضة؟ يعني كل أطياف المعارضة تعرف اليوم ما بقى في معارضة في معارضات شخصيا أكون باتصالات اليوم لكسر الحواجب بين كل المكونات كل الأسماء أول شيء مطروحة على الساحة اسم الوزير السلامي فراجيه اسم الوزير جهاد أزعور وربما مرشح ثالث وربما مرشح رابع ولكن نحن نسعى اليوم إلى طمأنة الجميع إلى أخذ ضمانة للفريقين من أجل إنتاج رئيس للجمهورية نحن لن نعتمد على الخارج نحن لسنا أولوية بالنسبة للخارج اجتماع باسيل بصفة لم يأتي من عدم فهو يتزامن مع حركة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وهنا ترجح مصادر مطلعة على الموضوع أن يتبسل بإقناع الحزب بأسماء جديدة لا يكون بينها اسم قائد الجيش جزيف عون الحركة التي تتصير بالدوحة للجمهورية قد تؤدي إلى تمرير أو دعم العماد الجزيف عون من هنا هو يتجه نحن لا أتجه حفظ الله للتفهم على رئيس الجمهورية يكون يؤدي إلى بهذا المرشح أبعاد كذلك الجزيف عون خاصة أنه ما في معطيات واضحة بتقول أنه الصناء الشيعة رافض على العماد الجزيف عون لأنه ما اعتبر أنه هذا بمرحلة تانية بنحكى فيه كمان فيه مصدح على حزب الله بفك الحصار حوله بالبعد الوطني ايجي تديهم تلاقي الرغب تانية بسيل استبق دعوة لودريان إلى الحوار فبادر وحاور حزب الله في خطوة لم تكن مفاجئة مثبتا مرة جديدة أن التيار مع حليفه غير قادر على السير على عكس التيار ترجمة نانسي قنقر